أنت و هيفا وهبي عندكم زيت البرج نعم وكمان خلقانين بنفس النهار ويسرع ويسرع كمان اي تؤمنين أن هذا النهار خلق فيه عظيمات أو عندهم طالع نجومية معينة؟ الله يحمينا ان شاء الله ريتنا ما نبلو منتخلوا من أحلى أنت ولا هيفا؟ هيفا عجاد؟ اي هل أنت مرتاحة مع حالك تقول يا هيفا أحلى مني؟ والله العظيم أنا بشوفها أنا بشوف أنه موضوع جمال هي أيقونة هي لما تكون حدا عندي يقول لك أي يعني هي مرة مرة ومكترة ليش أنت مش مرة؟ أي بس هي مرة ومكترة كيف؟ يعني أنا بعمل لمت لحالي یا عنا إنه لأ ما فيني اعمل هاي الحركة مثلا لأ أنا مفيني إتخ implicit ما فيني ما عمل دول هالحركات اوكي بس هي عزك هي شي اوفتيماايزد باي نفسي يعني بتروح باوا نفسيها للآخر أي فهي تستعملوا نفسيها للآخر هي بتسمح شوف الأنتاء موضع هي أنثاء بم Marketing بس أن اي هي تسمح نسائع الآخر ونسائع أعلم 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 أنا كيف بعمل كنترول يعني خلص لا تنفجر أنوستاً هيك إذا أفجرها أصيبها أمه أفجرها في الوصف لا يوجد فجرها ولا برايفتا ولا شيء حبيبي يعني بس كوني عفوا أساساً لسا ما تفجرت هشام هي الأنوستا لماذا تغرمت إلى درجة تفجر أنوستا؟ بلا بس عشت غرام غرام ما فجرت أنوستا؟ قلت لك يعني شو قلت لك دلت تعرف شو صار؟ لا مش شو بدك هشام؟ في أفلام قصدي إنو لا تزعل هايفا بس تقلديها؟ لا ما بعرف قلدي ليها شوية شوية هايفا أنا أول ما قالولي أنو أنا جي لهون على برنامج لهشام أنا كتير بحبك بعدين أنا ما بزعل أنو حدا يقلدني لأنو أنا بزمينته كمين كنت عم بحدة في غالق هو عم بقلدنا وهادر كمين كتير كان مهضوم؟ أنا لا أستطيع أن أكفر أنا خلصت سؤال آخر غنيلة هايفا وهبي اسمها لو كنت وعملت ضجة على السوشيال ميديا لو كنت شو حلوة لو كنتي ليس ممثلة ما ستكون صفاق سلطاني؟ مهندس الديكور ما هو إختصاصك الأساسي؟ لا أنا أحب أنا بعشق شيء اسمه ديكور وزوق وأكسسوار أنا بيتي يا عليّي أمي دائما تقولي أنا بحاسة حالي ما هو مثل البدو نفسي استقر بمكاني أنا ممكن بسأقيم الشاشة عن هذا الحيط يعني عن جدا أنا بحكي واجيب ناس وحط الشاشة هون لألاك جيب الكنباية وين كان باية أمي حطوك الكنباية أمي فأمي بتفوت على الصالون بتلاقي الصالون غير صالون جيلا